مجلس محافظة اللاذقية مجلس محافظة اللاذقية يختتم دورته العادية الثالثة لعام 2024 خلال مناقشات القضايا المتعلقة بقطاعات الثروة المعدنية والري والزراعة إضافة لقطاعات نقل أملاك الدولة والتموين والصناعة كما تضمنت المداولات التخطيط والبرامج والإحصاء والموازنة العامة تتم مجلس محافظة اللاذقية أعمال دورته العادية الثالثة لهذا العام لليوم الرابع ناقش تقرير المكتب التنفيذي لقطاع الزراع والسرو المعدني وقطاع التجارة الداخلية وقطاع الموازن والتخطيط دائما كانت طروحات السادة الزملاء تلامس هموم المواطنين وطبعا هي نبض للشارع بشكل عام وطبعا من خلال السيد المحافظ كل القضايا التي تطرح في المجلس تحال إلى الجهات المعنية الحكومية للمعالجة ضمن المتاح لدى هذه الجهات لا سيما الحالة التي مر بها البلد من حصار اقتصادي وضعف الإمكانات ولكن دائما الهدف والغاية هي إيصال هذه الإمكانات إلى كافة المواطنين بشكل عادل وتخديم كافة المناطق أيضا بشكل عادل قام مجلس المحافظة وخلال هذه الدورة بتكريم المركز الإزاعي وتلفزيوني في اللازقية لكل الجهود التي يقومون بها طبعا وفي الدورات القادمة سيتم تكريم بعض من الإعلام المكتوب إن كان صحيفي محلية أو مركزية أو صحيفي وطني ومكاتب الإعلامية على الإلكتروني إن كان للمحافظة أو لمجلس المحافظة كل هذا ينضوي تحت بند شراكة الإعلام في عمل المجالس المحلية موضوع الزراعة وموضوع دعم الحمضيات اللي صار هو مشكلة على مستوى القطر والحمضيات هي لا تخزن ولا تصنع لا يوجد قدرة على تخزينها وتصنيعها لمدة زمنية كبيرة لكن طرحنا أنه ممكن نصير في تفكير خارج الصندوق مثلا ممكن أنا صنع عبوات خشبية توفر مثلا ثمن العبوات المستوردة أو المصنعة من مادة بلاستيكية وممكن هاي العبوات الخشبية مثلا يكون سهل استخدامها وإعادة تصليحها ممكن توفر على المزارع كمان مديرية الزراعة ممكن تساعد المزارع بحراثة الأرض لأنه في عندها جرارات موجودة أيضا المازوط الزراعي ممكن تساعد الفلاح لأنه وصل الفلاح بالنهاية لأه ممكن يبيع أرضه لحتى يعيش لأنه محصول الحمضيات أبدا ما بيجيب تكاليفه المداخلة كانت بخصوص العاصفة المطرية التي صارت بالأيام الماضية العاصفة هذه سببت ضرر كبير في المحاصيل في بعض أرياف المحافظة بناء على الموضوع هذا تم الاتصال مع الروابط الفلاحية تم اتصال مع المخاتير لإيصال هذا التصور إلى مجلس المحافظة فطلبنا من اتحاد الفلاحين والسيد مدير الزراعة أن يضع المجلس الكريم بصورة عن إحاطة بجملة الإجراءات التي تمت واللجان التي قدرت هذه الأضرار الصراحة بقول أنه فلاحنا هالسنة ظلم كتير لعدة أسباب أسعار الحمضيات أسعارها منخفضة بالإضافة لارتفاع أسعار العبوات يعني الأسعار العبوات البلاستيكية صارت أسعارها خيالية بالإضافة لارتفاع لأجور الأيدي العاملة يعني هلأ أنا بلاحظ أنه خسارته لفلاحنا يعني بلاحظ أنت لاحظ أن المعزم الأشجار بقيت بقيت على متعه مثل ما هي على أمه يأن خساره أتمنى هذا الموضوع يكون النظر فيه وبالأخص نحن هنا الساحل مشهورين بالحمضيات النظر بهذا الموضوع هذا والاهتمام بشجرة الحمضيات نحن في الساحل السوري عنا ري موسمي يبدأ ببداية الشهر الخامس وينتبه نهاية الشهر العاشر ولكن عنا زراعات محمية وألاف الأسر في الساحل السوري تعيش من خلالها فهذه تحتاج المزرعات أثناء الربيع والشتاء الري وهذا غير متوفر لأنه ري محكينا أنه ري موسمي فبدوا تشريع للسماح لفتح آبار في الساحل السوري في المناطق المروي لأنه حاليا ضمن التشريع الحالي لا يحق إعطاء ترخيص في الأراضي المروي على رغم أن الربيع موسمي فهذه تحتاج إلى تشريع وإن شاء الله نعمل ونطالب بشكل مستمر بأكتر من جلسي حتى نوصل لها لأنه هدفنا هو المزارع كانت المداخلة حول ضبط الأسعار الأسعار التموينية غير منطقية الموجودة بالسوق وفروقات الأسعار من مكان لآخر إضافة لمداخلتي حول السورية للتجارة والأسواق الشعبية لأسعار التي يجب أن تكون منافسة للسوق لكن للأسف الشديد أسعار سورية للتجارة هي أسعار أعلى من أسعار السوق المحلية أنا قدمت مداخلة حول حفر بقر ماء في قرية العيساوية في 2011 تم ترخيص بقر ماء في منطقة العيساوية بعد أن حفر البقر تأثرت مية النبعة التي هي مية طولة تاريخيا ضيعة كلها تشرب منها هي مياه نبعة العين الكبيرة قام أهالي المنطقة بأصولا بتقديم معروض للسيد المحافظ وأحيلته إلى الموارد المائية بالكشف تبين أن هذا البقر هو الذي أثر على مية النبعة وتم تشميع البقر تم تشميع البقر بعد فترة بتفاجأوا أهل المنطقة بأنه صاحب البقر إجا فك الشمع دون كتاب رسمي وأنا مسؤول عن كلامي ما أحد أعطاه كتاب رسمي بفك الشمع والموضوع تحول إلى مؤسسة مياه الشرب لاستثمار البقر أن مدارسة درد بزلزال وهلها تلاميذ خارج المدرسي في مدرسة تلازيق مدرسة تلازيق هاي طلاب عم يمشوا أكتر من خمس كيلو متر زهابا وإياما الطريق العام بالتالي في خطر على الطلاب لأن من الأول للسادس طلاب صغار ومن ضيعة ضيعة عم يزلو مثلا من قرية تلازيق إلى قرية النواقير في أكتر من خمس كيلو متر ومنطقة شبالية منطقة شبالية فنحنا نطلب من الجهات المسؤولية من سيد المدير التربية من مسؤول عن طريق المحافظة عن طريق التربية المهم إعادة تأهيد هذه المدرسة كان لأعضاء المكاتب التنفيذية ومدراء الجهات الحكومية مداخلاتهم ضمن نقاشات هذا اليوم كان في بعض المداخلات والتساؤلات كثيرة عن الأسواق وعن عمل الأفران وعن ضبط الأسواق كأسعار طبعا أسئلة ومقترحات كلها محقة وصحيح لأننا عم نشتغل عليها وطبعا بالنسبة بدي أحدد موضوع كان في مداخلي بالنسبة للأفران الخاصة والعامة أنا رغم بصراحة جولاتي مكسفة على بعض الأفران ولاقيت طبعا جودة الرغيف بعض المقترح أو التساؤلات السألوها للأخوة الزملاء بالنسبة للوزن مي بالمي مزبوطة في بعض الأحيان بيكون في وزن ما نظامي فلذلك عم نطلب التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعم تعملون ضبط والضبط بهذه الأيام مرادع بتوصل أحيانا إلى السجن وغرامي مالي كبير نحن في سوريا التجارة نملك صالات للخضار واللحوم ونتقيد بالتسعير التمويني وخاصة للخضار التي ترقى رواجها كبيرا من الأخوة المواطنين والدليل على ذلك المبيعاتنا التي تقدر بشكل جيد جدا والأرقام إن شاء الله فينا معتكها بعد قليل وإذا في أي مشكلة نحن مع بعض الشكاوة تحت هذه القبة من الأخوة المواطنين تصل إلينا عبر أعضاء المجلس تحت القبة بنعالج الأخطاء بإذن الله ونحن نرحب بأي شكوى ونتابع حلها من خلال دوائر مختصة في المؤسسة السورية التجارة حديث عن العاصفة البرد اللي صارت بالفترة الماضية يوم ليلة 7-7-5 والإجراءات اللي قلنا باتخاذها كمدرية زراعة وشو هي إمكانية حصول المزارعين على تعويضات وشو هي المحاصيل اللي ممكن تتعوض ولا لا إضافة لذلك تم الحديث طبعا محافظة اللازقيهي المحافظة رقم واحد بإنتاج الحمضيات وتنتج أكثر من 70% من الحمضيات القدر عن واقع زراعة الحمضيات وشو يعني صار بقترحات من بعض الزملاء العضاء حول رؤية لتطويرها الزراعة أو إمكانية تقديم الدعم لها الزراعة اللي هي أصبحت في مرحلة حارجية بالإضافة لأنه جملة من التساؤلات الأخرى بخصوص الطرق الزراعية بخصوص الأسمد الزراعية بخصوص إيجاد زراعات بديلة لزراعات الحمضيات أو زراعات أخرى مثل زراعات الأفوغادوة غيرها من الطروحات طبعاً نحن الآن خلال وقت قصير رح نقوم ونقدم رؤية وزارة الزراعة ومدرية الزراع باللازقية لإيجابة لتساؤلات السادي أعضاء مجلس محافظة جلسات مجلس محافظة اللاذقية تتواصل بشكل مستمر بهدف تقديم واقع خدمي أفضل وتحسين عمل الهيئات الحكومية في محافظة اللاذقية ترجمة نانسي قنقر